نحاول أن نقرأ سيرة الإمام زين العابدين وأقواله وأفعاله ومواقفه ونشوف الناس اللي حوالي اللي كانوا ماذا كانوا ينظرون إليه وهو ماذا كان ينظر إليهم إذن فالسؤال هو هل كان الإمام زين العابدين ينافس عمه ابن الحنفية على الإمامة فلماذا كان يوصي الشيعة بطاعة الأمويين مواقف متناقضة إذا واحد هو دي مصدي للإمامة مثلاً وللقيادة ويتنافس ويالآخرين لا أن الإمامة مؤنتة أو مؤنتة أو الأئمة طيب شلون في نفس الوقت مثلاً هو يبايع يزيد أو يوصي بطاعة الأمويين البقية مو فقط يزيد أموم الأمويين هو كان يبايعهم فلنشوف هذا التاريخ صحيح البعض شكك بما كتبت قال أنت منين جاء في الكلام؟ أنا كل المصادر ذاكرها مصادر شائية لا ما اعتمد على مصادر أخرى المصادر الرئيسية هي الكافي والإمامة والتبصرة من الحيرة لعلي بن بابوني الصدوق وبصائر الدرجات للصفار هذه أهم الكتب التي كتبت في بداية القرن الرابع الهجري عندما بدأوا تأليف وتدوين الفكر الإمامي ومن ثم الفكر الاثنى عشر بعد ذلك بعد ذلك صار الفكر الاثنى عشرية أو العقيدة الاثنى عشرية وأيضا هذه تحتاج أبحاث كثيرة فعندما نقرأ إذن تاريخ أئمة أهل البيت من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الإمام الحسن والإمام الحسين نجد بوضوح أنهم كانوا يؤمنون بنظرية الشورى ولم يعرفوا نظرية النص والتعيين من الله لأن أساساً كما قلنا من قبل أساساً مسألة الحكم بالإسلام القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتحدث ولم يتحدث القرآن عن الدستور وعن نظام الحكم ومن يحق له الحكم ومن لا يحق له الحكم وفي أي قبيلة واشتونة السلسل الخلافة أو الإمامة مثلاً وشنو علاقة الحاكم بالمحكم كل ما يتعلق بالدستور ما موجود بالإسلام الإسلام ترك ذلك للعقل الإنساني يعني يكون الحكم مدني وليس ديني إذا الله كان متدخل وكاتب مثلاً موصي النبي محمد كان صار الحكم ديني مو مدني الآن شوفوا حتى ما راجعنا هالأيام يقولوا الحكم يجب أن يكون مدني هذا مو الآن السيد السلسلاني قاله هذا من أول يوم النبي قال الكلام هذا تركت مسألة الخلافة للناس يعني ماذا؟ يعني أن الحكم مدني فليش إحنا نروح ندور ندور ونرجع للحكم المدني الديمقراطي من أول يوم هو الحكم مدني وديمقراطي وأهل البيت كانوا يؤمنون بالحكم المدني الديمقراطي وما كانوا تعتقدون أن الخلافة فالشيء منصب إلهي وإمامه مثل النبوة مثلاً كما يقول بعض كما جابوا بعض الأحاديث الموضوعة في وقت متأخر ولم يدعوا الأصبة لأنفسهم ولا الحق بالخلافة وإنما كانوا يقولون بأن السلطة من حق الناس وأنهم أولى بأنفسهم ويحق لهم اختيار من يريدون إماماً عليهم وقد تحدثنا عن ذلك مفصلاً في حلقات سابقة وسوف نتوقف اليوم عند الإمام زي العابدين علي بن حسين ونقرأ سيرته من خلال أهم الكتب الشيعية الإمامية كالكافي للكليني وبصائر الدرجات لمحمد بن فرنوخ الصفار والإمامة والتبصرة من الحيرة للشيخ علي بن بابويه الصدوق أبو وإكمال الدين والأمالي للشيخ محمد ابن علي ابن بابويه الصدوق وغيرها من الكتب لنتعرف على نظرية الإمام زي العابدين السياسية وهل كان يتبنى نظرية النص عليه من الله أم لا وعلى بقية الإمام مثلاً أم لا في العودة إلى واقعة كربلاء فإننا نلاحظ بوضوح أن شيعة الكوفة لم يكونوا يعرفون نظرية النص وإنما اختاروا بأنفسهم الإمام الحسين ليكون عليهم إماماً بدلاً من يزيد قال هذا أفضل من ذلك ذلك إنسان فاسق فاجر وهذا إنسان محترم ابن رسول الله وبصفات يعني خيرة وجيدة فاختاروا الذي حاول يزيد الذي حاول أخذ البيعة منهم بالقهر والإكراه فهم رفضوا واختاروا مطوعية اختاروا إمام الحسين وكتبوا له كتب بعثلهم سفيرة مسلم نعقيل وكتب إليهم الحسين رسالة مطولة في فقرة من عندها لعمري ما الإمام يعني الإمام الصالح الجيد اللي مفروض يكون إمام يعني إلا الحاكم بالكتاب والقائم بالقصد الداين بدين الحق الحابس نفسه وعلى ذات الله والسلام ما آخر رسالة يعني شوفوا ما يدي يقول الإمام اللي موصى به ومنصوص عليه من الله ما في أي ذكر لمسألة النص في رسائل الإمام الحسين ولم يشر إلى الإمام المعصوم المعين من قبل الله أو إلى أي حق شخصي بالخلافة لأنه مثلا ابن الإمام علي أو أنه معين من قبل الله ومن هنا لأن الإمام الحسين ما كان يؤمن ولا يعرف نظرية النص فلم يفكر الإمام الحسين بنقل الإمام إلى أحد من ولده لا قبل كربلاء ولا في أثناء كربلاء ولم يوصي إلى ابنه الوحيد الذي ظل على قيد الحياة علي زين العبدين أصلا ثم رأي يودع الحياة ويستشهد ما وصى إلى أنه الإمام وعل هذا مثلا وإنما أوصى إلى أخته أو ابنته فاطمة بوصية عادية جدا تتعلق بأموره الخاصة ورعاية الأطفال ولا تتحدث أبدا عن موضوع الإمامة والخلافة وإذا تحبون تطلعون على المصادر الشيعية في ذلك راجعوا الشيخ الصدوق علي بن بابوي الإمامة والتبصرة من الحيرة صفحة 198 والصفار محمد بن فروغ في كتاب بصائر الدرجات صفحة 148 و198 ولذلك لأنه ما أشعر إلا ولا كان يعرف الشيء حتى زين عبدين ما كان يعرف الشيء هذا لم يشر الإمام علي بن حسين في خطبته الشهيرة التي ألقاها بشجاعة وكل ما عنده قال في أمام يزيد في مجلس يزيد الذي قلب المجلس على رأس يزيد عندما أخذ أسيرا إلى الشام في خطبته الشهيرة التي ألقاها بشجاعة أمام يزيد بن معاوية في المسجد الأموي لم يشر إلى موضوع النص تسمعون وأكيد سامعيه من خطبة خطبة الإمام زين العبدين وقد قال في خطبته تلك أيها الناس ردي عرف بنفسه لأنه أخذ أسيرا على أساس ذول الجائيين من الديلة مدري من وين أسرة فإمام زين العبدين قال مع أمي إحنا أبناء رسول الله إحنا أبناء إمام علي إحنا فإنقلب المجلس ما كان الدعاية الأموية دعاية يزيد كانت مشوهة يعني تشوه هؤلاء الأسرة فعندما خطب الإمام بعد بصعوبة أخذ إذن من يزيد يعني فخطب هذه الخطبة أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بسبع بأن منا النبي والصديق والطيار وأسد الله وأسد رسوله وسقطة هذه الأمة ما قال أكون نص علينا والنبي نص علينا بالخلافة أصلا هذا الشيء موكب مطروح ولم يشر الإمام زين العابدين في خطبته الجريئة تلك إلى موضوع الوصية أو الإمام الإلهية أو إلى وراثة الإمام بالنص ولم يقل للناس بأنه الإمام الشرعي المفترض الطاعة بعد أبيه الحسين وإنما اكتفى بالحديث عن فضاء الأهل البيت وفضاء الإمام علي وإنجازته التاريخية كما أن سيرة الإمام علي بن الحسين للعابدين تؤكد بعده عن تلك النظرية الإمام الإلهية أصلا ما كان نعرف حيث بايع يزيد بن معاوية بعد واقعة الحرة طبعا إكراه ما أقول هو طبعا رحبا لأن يزيد في واقعة الحرة قتل عشر تلاف واحد من أهل المدينة من الأنصار وأبناء الأنصار والمسلمين في مدينة رسول الله وعمل تلك المجزرة البشعة وبعدها نسى نشوف شلون أخذوا البيعة من الناس على أنم عبيد مو فقط أنه يبايعون يزيد هذا باعة يزيد باعة زي العابدين لي يزيد يذكرها الكلين في الكافي في كتاب الروضة صفحة 196 وكانت واقعة الحرة قد حدثت في المدينة المنورة سنة 63 للهجرة بعد قيام أهلها للثورة على يزيد بقيادة عبدالله بن حنظلة الغسيل معروف هذا غسيل الملائكة يسمون أبو يعني استشهد هو كان يوم أرسى يعني الأنصاري فأرسل يزيد إليه مسلم ابن عقبة فاشتبك مع أهلها في حادثة شهيرة وكانت تسمى واقعة الحرة ودخل بعدها المدينة وأعمل في أهلها السيف ودعا الناس للبيعة على أنهم خول أو خول ليزيد بن معاوي يعني عبيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء يأخذ البيعة هالشكل كان يأخذ البيعة من أهل المدينة بعد ما انتصر عليهم فمن امتنع من ذلك قتله بسرعة وهذا كل الكتب السنية تذكرها شيء بالتفصيل ابن كثير في البداية والنهاية جزء 8 صفحة 243 الطبري في تاريخ الرسل والملوك المجلد الثالث صفحة 353 الدينوري ابن قتيبة في الإمامة والسياسة جزء واحد صفحة 184 و188 والسيوطي جلال الدين في تاريخ الخلفاء صفحة 194 195 وقات الحرة معروفة جدا فالإمام زين العبدين لما قال تعال بايع فبايع مكرها ومضطرا ورفض زين العبدين قيادة الشيعة الذين طبعا يزيد ما بقى ولبعد واقعت الحرة وثورة عبدالله بن الزبير في مكة ارتج ملكة وراح وصارت الطرابات وعبدالله بن الزبير طلع واحتل العراق واحتل الحجاز واحتل مصر ونصر الشام وبعد شوية كان هو يسيطر تماما فكان وضع مضطرب وثورات قائمة في في السنوات التالية ولكن في كل الأحداث الوازن عبدين أغلق عليه الباب كما نشوف و رفض قيادة الشيعة الذين كانوا يطالبون بالثأر لمقتل أبيه الحسين ويعدون للثورة هو رفض قائدتهم واعتزل السياسة ولم يدعي الإمامة ولم يتصد لها وكما يقول الشيخ الصدوق شيخ الإمامية في أواصط القرن الرابع الهجري محمد بن عليم يقول أنزل العبدين فإنه انقبض عن الناس يعني انسحب فلم يلقى أحدا ولا كان يلقاه إلا خواص أصحابه وكان في نهاية العبادة ولم يخرج عنه من الألم إلا يسيرا بالتالي منعزل الصدوق في إكمال الدين صفحة 91 ويضيف الصدوق الشيء عجيب غريب حقيقة بأن يعني لو واحد هذا سني قيل هذا الكلام ما كنا نصدق فكيف واحد شيعي وإمام الشيعة تقريبا يعني أكبر علماء شيخ الشيعة في القرن الرابع الهجري يقول بأن علي بن الحسين كان يوصي الشيعة بالخضوء للحاكم والطاعة له وعدم التعرض لسخطه ويتهم الثائرين بالمسؤولية عن الظلم الذي يلحق بهم من قبل السلطان يقول أنتو الثرون عليها فالحقكم الظلم فلا الثرون حتى ليه ظلمكم هذا في الكتاب الأمالي المجلس رقم 59 صفحة 396 فإذا نشوفوا لما نقرأ تاريخ الإمام زين عبدين نشوف ما في يعني هو ما مصد للسياسة ولا للإمامة ولا يدعي أي شيء ولا أي كذا ولكن في القرن الثاني لما تكونت نظرية الإمامة وركبوها لشلون يقولوا زين عبدين مو إمام وما يعرف الإمامة ما ما يصير فالإمام زين ابن زين عبد